تكلمنا عن المدة المثالية قبل سنتين ما فيش من سنتين لخمسة من سنتين لخمسة من نص ساعة لساعة من خمسة لطمانتاشر ساعتين ساعتين ماينفعش اكتر من ساعتين دي اسمها المدة المثالية طيب هل في وقت مثالي ان الطفل احنا خلاص قبل سنتين مش هيمسك موبايل خلاص يعني الناس ان شاء الله هتقتنع وقال لها الامور يعني يبقوا معانا يا رب اول سنتين ما فيش لما يمسك بقى الموبايل لما يمسك الموبايل في وقت مثالي هل مثلا؟ طبعا احنا ما بنحبش الأوقات الليلية أبدا يعني بنقول قبل النوم بساعة ممنوع نطفي تلفزيون ونطفي الأجهزة ونضلم الدنيا علشان الميلاتونين برضو علشان الميلاتونين والجراس هرمون وهرمون النمو أنا محتاجاهم بقول برضك للأبهات يعني الطفل يمسك الموبايل 20 دقيقة وبعدين يريح 20 دقيقة احنا بنكلم على الساعتين بقى اللي هو من 5 سنين لـ 18 سن 20 دقيقة ويريح 20 دقيقة وهو بقى بيريح 20 دقيقة مفروض انه هو يبص لحاجة بعيدة دي قاعدة 20-20-20 انه هو يبص على بعد 20 قدم كده على حاجة بعيدة عشان يريح هناك يقض 20 دقيقة كده يتأمل في الدنيا يبص على تلفزيون في الـ 20 دقيقة المشكلة انه يبص على تلفزيون في الـ 20 دقيقة فيعني الأوقات الليلية ممنوعة خالص الإضاءة بقى بتاعة الموبايل لازم تبقى خافتة يعني نزبط الـ setting انه هي ما تبقاش الإضاءة عالية قاعدة إضاءة الغرفة ما تبقاش مضلمة خالص لازم تبقى منورة علشان الأشعة ما تبقاش متركزة على دماغ الطفل وعينه الوضع اللي هو قاعد الطفلي فيه لازم يبقى قاعد فارد نفسه على كرسي مناسب ويلعب وهو أكيد طبعا يعني سواء اللابتوب أو الآيباد بيقدم معلومات للطفل يعني عندنا المنصات التعليمية والطفلة آه يعني هيشوف حاجات مفيدة إحنا ما نقدرش نوقف طبعا التكنولوجيا العظيمة اللي حصلت وطبعا المنصة التعليمية دي بتقدم للطلاب حاجات مفيدة جدا فأنا ما قدرش أقول لا يعني برهابت الممنوع بس بنقنن نقنن ونزبط الدنيا وإن شاء الله الأمور تمشي كويسة يعني احنا قلنا المدة المثالية قسمناها من سنتين لخمس سنين من نص ساعة لساعتين ومن خمس سنين لتمنتاشر سنة ساعتين ساعتين طيب فيه مكان مثالي يعني بلاش بلاش قوض النوم طبعا لا ممنوع يبقى بقى في الريسبشن مثلا في أماكن مفتوحة علشان الإضاءة تبقى كويسة وزي ما قلت لحضرتك قعدة عشرين وعشرين دي نطبقها نحاول نطبقها عشرين دي وعشرين دي ويبص بعيد على حاجة بعيدة كده عشرين دي ويبص بقى على أي منظر طبيعي عشان عينية تستريح صعب جدا يعني هي الفكرة هنا احنا محتاجين نوعي أولية الأمور بطريقة وإحنا معهم للآخر يعني أنا هقول لحضرتك هو اللي عنده سنتين ما يعرفش يعني إيه مبايش الأم هي اللي طلعته ودتول وعلمته وقالت له ودوس على كده بص الأغنية بص علمته ونزلت له وعملت له تحميل لحاجات عشان خاطر يفضل حاجة ورا حاجة لبقى عشرين ديها تخش في ساعتين مرة واحدة طيب لو دخلنا بقى على الحاجات الطفل بيشوفها يعني دلوقتي فيه ألعاب إلكترونية خطيرة ده ممكن يأثر عليه أنا كنت قريت مرة حاجة دكتورة إن اللي هو بيسموها الريلز أو الفيديوهات السريعة دي بتصيب الأطفال بحاجة بحالة من حالات دي إن هو بعد كده ما يقدرش يتفرج على أي محتوى أكتر من اللي بيشوفه بالزبط فبالتالي ممكن يزهق من حصة الدراسة ممكن يزهق من المذاكرة ممكن يزهق من أي محتوى طويل بالزبط هو كمان بتعمله إيه مع الحالات دي هو كمان بيفقد التفاعل يعني أنا مفيش مدرس مفيش حاج بيقول لي يعني إحنا كنا زمان الفصل والمدرس واخد بالي مني ويطلعي على الصبورة كتابي خلاص هو فقد الإحساس التواصل نفسه اتفقد فديه طبعا مشكلة كبيرة جدا والريلز والحاجات بتقدم معلومات غلط للطفل بتقدم مثلا شالنج أو مسابقات ممكن تضر بالطفل بصحيته يعني إحنا شفنا أطفال مثلا في لعبة معينة إن هم ينطوا على إيد بعض كده يعني ابني صديق له وقع رجليك قسرت عشان يعملوا لعبة معينة ويعملوها تيك توك وتظهر فيعني كان لسه من يوميب نتكلم عن لعبة اسمها طفل لابنسبورن اللعبة دي بتجيب اكتئاب مباشرة بالزبط لذلك احنا بنشوف فعلا أطفال أطفالنا بنشوفها فعلا الولاد مش طوائعين كتير طفل فعلا مسألة انهو مش عايز يكلم حد والتواصل والانعزالية والعدوانية بقى في الألعاب اللي هي فيها معارك وضرب يعني هو قاعد بيكلم واحد زميله وبيلعب وقاعدين يتشكله ويدربه فخلاص اي حد هيجي يكلمه هيبقى عدواني بنفس الطريقة دي والمشكلة ان اولياء الامور ساعات كلنا يعني بديسأل هو الطفل ماله احنا 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 طيب احنا كده عرفنا المخاطر وعرفنا المشاكل اللي ممكن تحصل والتجاوزات اللي احنا بنتجاوزها وتأثر على أطفال الحلول البديلة اي يعني هل مثلا الولاد يخرجوا كتير الاماكن المفتوحة يلعبوا ما عادش ده بنشوفه برضو كتير انا يعني هنبدأ بعب الطفل الصغير من اول ما يتولد لغاية سنتين هيبدأ هو يسحف ويتحرك في البيت ما تديروش الموبايل وما تفتحيش التلفزيون وما لتعملي ايه ودي معايك المطبخ يلعب يعني يلعب في الاطباق ويحط اطباق صغيرة جوا اطباق كبيرة دي هتنمي الحواسة عنده هو ماسك الطبق ويحط طبق صغير جوا طبق كبير هتزود المواصلات العصبية عنده انها تشتغل فلا انما انتي لو قاعتي قدام التلفزيون ولا هيشغل ايده ولا هيشغل رجله ولا هيشغل مخ دي ابسط حاجة للام البسيطة خلص اللي مش قادرة تشتري لعب حتى انما اللعب المكعبات والحاجات والبازل والحاجات اللي بتركب دي ممتازة قوي ده للطفل السنتين اللي هو متواجد جوا البي الاكبر بقى دكرة بيروح في العيادة يعني متعلقة بمشاكل لنا ولا هي كل الحالات بتجيلك لا انا على الحقيقة شفت حالات كتير قوي توحد ان الطفل يخش ما بيبصليش وما بيبصش لحد ولا عارف مامته ولا بابا ومش عارف يتكلم يعني عندي طفل عنده حوالي خمس سنين مش عارف يتكلم خالص مش عارف يقول ولا كلم بالضبط وهي دخلة برضا كم مستكال موبايل يعني انا قلت لها انت كده مصممة ان انت تستمر في نفس السكة وهي بتقولي لا ده كويس ده بلعب ألعاب وبعدين هم متوحدين على فكرة بيعرفوا في لعب وألعاب ويجيبوا إنجاز جامل جدا اه طبعا اه فيه زكاية بس يعني عشان احنا عندنا الطرف مهم وأصيل في المعادلة هو الأم أو الأرض طبعا هي شايفة ان هو برضو عادي لا يخليه وانت بتقول لها حضرتك اه اه لغاية ما بنوصل لمرحلة تبدأ تروح جلسات التخاطب وجلسات تعديل السلوك تبدأ تعرف إن ابنها عنده مشكلة اشتركوا في القناة